أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة من بنامج عناشة صح مع رانيا حسني ومعنا النهاردة مكملين مع المستشار محمد حسن خلف مستشار قانوني ومحامي بن نقد هنكمل قايمة المنقلات اللي تكلمنا عليها على الحلقة اللي فاتت لإن تفاصيلها كتير وكبيرة وفيها تبديد وفيها استرداد فالنهاردة معاني المستشار هيفدنا في بقية قايمة المنقلات خصوصا إن الحلقة اللي فاتت جانا استفسارات وتليفونات كتير قوي عايزين يعرفوا من حضرتك تفاصيل بسيطة عن قايمة المنقلات وعندهم استفسارات سريعة أهلا بحضرتك نوارتني ونوارت قناة الصحة والجمال أهلا بحضرتك أشهر جزء في عالم كتاب خيرك أهلا بحضرتك هو نوع فعلا كبير جدا ومستهن نتكلم فيه يعني فيه استفسارات كتيرة وفعلا برضو جاتني تليفونات كتيرة الأسبوع اللي فات يعني بعد حلقة بتاعتنا باستفسارنا حاجات معينة فلحت أمر حضرتك وتحضر المشاهدين طيب كان فيه استفسارات سريعة كده الناس سألتنا عنها في التليفونات إيه حالات سكوت عقوبة قايمة المنقلات؟ سكوت عقوبة زيها زي أي جنحة تانية أخرى معاقب عليها في القانون بتبقى ثلاث سنين يعني لو نجح ثلاث سنين ده مهم عايزين نوضح موضوع التسعير ده التسعير مهم عشان فيه حد سألني في الموضوع التسعير طبعا مهم والمصلحة الزوج ومصلحة الزوجة مصلحة الزوجة عشان نعرف في حالة التلف يقدر يعوضها بكام يعني غرفة النوم بعشر تلاف جنيه يديها تامن تلاف أو سبع تلاف حسب القيمة اللي هي ايه بنشيل الاستهلاكات ويتفعلها القيمة ده ويكون لمصلحة الزوج في حاجة تانية إن لو التلف ده مش عادرين نجيب له مثيل يعني حاجة قديمة كده مثلا قيمة قديمة ولا حاجة مش عارفين يجيب المسيط بتاعها يعوض بشكل مادي بدل ما تيجي الحاجة بعينها يعني تمام فبيفضل التقييم طيب في واحد اتصل زوج اتصل وسأل وبيقول المدة العقوبة قد ايه الحكم النهائي بيبقى مدته قد ايه فقلتله طبعا هنسأل المعلم مستشار الحلقة اللي جاية فممكن توضح بس المدة دي هو حضرتك برضو برضو هي الأحكام العامة للقانون العادية جدا الحبس بقى عقوبته من 24 ساعة لغاية 3 سنين القاضي هو اللي بيقدر يقيم المدة دي ايه اه بيقى وجهة نظرهم مثلا لا بيشدد في عقوبة شوية وفي قضاء بيبقى يعني 3 شهور 6 شهور فمتوقفة على قاضي الموضوع انه حر يدي عقوبة من 24 ساعة حبس وحتى 3 سنين حبس تمام طب لو الزوج اختفى بقى في الحالة دي الزوج التعمل ايه هو ما بيعرفش يختفي منها الفترة دي كلها في العملية يعني صعب او انه يختفي صعب جدا انه يختفي وبرضه عندي حالات كتيرة زي كده هم متابعين الزوج يعني اهل الزوجة او كده متابعين الزوج بيروحولوا شغلوا بيجابوه من بيته وعارفين قاعد فين او بيت اهله فين وبدوروا متابعين وقت لهم يعمل معارضة او استنافل حكم بتاعه وبيجابوه دمان ما حاكم يعني طيب هل بيحك بقى للزوج بعض المنقلات ولا كله حق الزوجة يعني فيه زوج جزء فيه حاجات شخصية ما يكون مثل هو اجيبها او حاجته هو الشخصية عنده لطوب بتاعه وعنده كمبيوتر عنده حاجة خاصة بيه مش مكتوبه طبعا في الايمة او مش مكتوبه في الايصالات بتاعت اللي اشتروا بيها العفشة او كده دي حاجة شخصية بتاعته هو دي بتاعته ما تكونش بترد في الايمة يعني طيب فيه زوجة اتصلت بي وقالت لي زوجي خد الدهب كله كنت بساعده كان بحتاج فلوس فبعت وبساعده ها استرده تاني ازاي طيب لو هي باعته طبعا يعني واحد عنده حاجة راح باعها ودها لصاحبه او ودتها لجزء عشان تساعده عايزة ايه انت روحت طوعية بيعتي ذهبك وديت جزء وديده خد انا انت شايفاك انك انت يعني مزنوقة وانت بقى في جنبك في الظروف دي هبيعي الدهب بتاعه وهدهولك فاذا انت طوعية منك انت بيعتيه وروح تديد شهوله هو ادري اسبت الكلام ده انت طوعية من بيعيته وديتوا الدهب بتاعها دي فلوسها الماد المنقول بتاعها طب هي بتساعده ده معنا انه ياخده ممكن يرجعه لما ربنا يكرمه هم يعني يرجعه بس هو الدهب دايما فيه كلام كتير جدا وكان برضو اخر حكم محكمة النقد محكمة النقد او من شهرين ايوه قادة الندهب بيبقى على سيق بالزوجة زي ما قلنا قبل كده ان هي خارجة رايحة مش ورقة او رايحة هتا مش هتقلعه دهبها وتسيبه في البيت فمن الطبيعي ان انت بلبس الدهب بتاعها غويشة او حلق او ديبلة او كده مش هتسيبهم في البيت يعني يكون لصيك بيها طيب بالنسبة للزوجة بقى اللي ما كتبتش ايمة اصلا ملهاش حق في الايمة خالص؟ ما هي بدا ما كتبتش ايمة ملهاش حق في الايمة ولكن بيحق لها رفع دعوة استرداد يعني ازاي بتثبت حقها ايه ولا بتعمل ايه عشان بتعمل دعوة استرداد للمنقلات في محكمة الاسرة حاليا بترفعها في محكمة الاسرة بتقول انت زوجت من السيد فلان بتعمل محضر في الاسم محضر اسبات حالة ان انا جوزت من زوجي السيد فلان وبتقدم اوراق اللي بتدل على الزواج وبتدل على استمراء واقع الزوجية وبتدل على معها فواتير مثلا اشتريت غرفة النوم باسمها غرفة الانتريل حاجات دي كلها اشتريت باسمها فبترفق الفواتير في المحضر اللي بتعمل طب يعني لو مفيش قيمة ومفيش ورق ينفع تعمل دعوة استرداد بترفع دعوة استرداد بس مش جنحة مش جنحة بترفع دعوة مدنية في القانون المدني دعوة مدنية في محكمة القصة بتقود بيها عايزة استرد منقلاتي اللي جوزي خدها مني او استولى عليها مني اثناء علاقة الزوجية او بعد الزواج او يعني حسب ما هي بتشتكي انت وبتقول انا عايزة المنقلات بتاعتي وبتثبت ده بكافة طرق الاسبات طيب ممكن نعرف من حضرتك بقى ايه طرق الاسبات ومكام طريقة ده لو ده في حالة لو مفيش قيمة لو مفيش قيمة فمش قادرة تثبت عليه حاجة مش عايز تثبت وعايز حقها ما عايش مش قادرة تثبت مش قادرة تثبت فبتروح المحكمة المدنية وبترفع دعوة استرداد للمنقلات بتاعتها وبتثبت ده بكافة طرق الاسبات كافة طرق الاسبات ازاي معاها فواتير باسمها معاها شهادة شهود بس صبعا الشهود فيه برضو قاعدة تانية بالنسبة للشهود ما يكونش الاصل او الفرع ما تجيبش ابوها او ابنها تجيب ابن خديتها ابن عمها الناس اللي اشترت منهم اخواتها ممكن الناس اللي اشتروا معاها العفش ده ولمنقلات دي او صاحب محل الموباديا احنا مش جنالك يا عم فيهم كذا مثلا وانا اشتريت كذا للبيت بتاعي وانا افتكر ازاي ده ممكن نيقض بلا شون ما نقول لحضرتك كافة طرق الاسبات ده يعني عندها شهادة الشهود عندها ايصالات بتاعة الشرق فواتير فواتير الشرق بس تكون باسمها مش باسم الزوج عندها صور يعني ساعات بنجيب صور ماس غرفة النوم اثناء عيد ميلاد بتاع الطفل بتاعهم او كده واضح فيها الصفر واضح فيها الانترية واضح فيها المطبخ واضح فيها الحيات دي فبتثبت بكافة طرق الاسبات شهادة الشهود او ايصالات او فواتير الشرق او الصور يعني ايه عندها حرة في الكلام دونيا طيب ساعات همه بيشتروا المنقلات او العش بيبقى الفواتير باسم الزوج لا لازم تكون باسم الزوج انه باسم الزوج لما لك هو يعني عشان تثبت استرداد لازم تكون باسمها لازم تجيب باسمها يعني المفروض ان الزوجات يأم تكتب قيمة يأم تجيب فواتير بيسمعه ويفضل القيمة بالنسبة لحق الزوجة بيفضل القيمة دي ما فيهاش خلاف بس لو ما فيش قيمة يبقى برضو تكتب الفواتير بيسمعها يبقى فيه شهود برضو يبقى شاهدين على انه هم ان العفش ده بتاع فنان طيب موضوع السور دي تقصد ان يوم الفرح مثلا بياخدوا سور في قلب البيت تحتفظ بالسور تحتفظ بالسور اه طلاق ده بقى شيء طبيعي فيه مناسبات في اعياد مداد لما حد بيجي لها دلوقتي حضرتك اي حد في ايده وكاميرا بيصور كتير اه طبعا كل الموبايلات دلوقتي فيها كل الصور دي بنطبعها وبنقدمها في الدعوة بتاعتنا طيب يبقى كده لو فيه ايمة بتلجأ للقضي الجنائي بنرفع جنحة تبديد منقلات زوجي دي اسمها تبديد لو ما فيش ايمة دعوة استرداد في المحكمة المدنية او محكمة الاسرة وبتثبت ده بكافة طرق الاسبات شدة الشهود او الصور او الفواتير او يعني هي حرة بقى حل دعوة للتحقي والناس مع شهود بتوعنا كده يعني تمام طيب مدت بقى التبديد يعني الحكمة في التبديد مدته الدقيق والاسترداد بتاخد مدة الدقيق برطة اوه حضرتك الوقت في التقاضي يعني الوقت التقاضي الوقت التقاضي في الجنحة بيبقى سرع شوية ممكن تاخد شهور يعني مجرد ما القاضي ينزل وممكن ياخد حكم غيابي خلال شهر ممكن يعمل معارضة واستقناف ممكن يستنفس كافة طرق التقاضي في شهور ست شهور تمنت شهور حد اقصى سنة مثلا يكون المتهم استنفس كافة طرق التقاضي في المدني طبعا بيطول شوية المدني بيطول قد بايه مثلا ممكن سنتين ثلاثة ممكن وبرضه حسب برضه حسب الدايرة وحسب مشغولياتها وحسب يعني قوة او ايه يعني شعي سقوة المحايمة سقوة الايه يعني 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 قوة الشغل ساعتها وحضر جلساتها شايفها نفسها ما تهملش في جلسها ما تسيفش اللي تشطب ما تهملش الموضوع بتاعها يعني لو هي مركزة جدا ممكن تخدش وقت برضه ان شاء الله طيب بالنسبة للأسل ان لو واحدة زوجة معاها قيمة ومعها فواتير ايه اصح ترفع ايه احسن الجنحة الجنحة جنحة تبديل مكولات الزوجية ترفعها احسن لان في محامين بيقولوا لا الاسترداد حقك بتفضل في المحكمة على طول لو الثلاث سنين سقطوا في الجنحة الحكم في المحكمة في التقاضي بتفضل الحكم على طول طيب ما انا عايز اقول حضرتك حاجة برضه ما نفس الحكاية في الجنحة يعني في ترديل الزوج قدر يزوغ ثلاث سنين ورجع وخد انقضاء الدعوة الجنائية انقضاء الدعوة الجنائية ده في الحبس انما في منقولاتها وفي حاجتها برضه حقها قائمة موجود وبتاخده يعني مش معنى سكوت العقوبة لقوبة جنائية اللي هو الحبس بتاعه ولكن مش معنى كده تسقط حقها في الحاجات المنقلة بتاعتي لا بتاخده برضه بالشكل المدني برضه طيب خلاص يبقى واجب طبعا احنا نكتب قائمة دي مهمة اي لو ما فيش قائمة لازم يبقى فواتير باسم الزوجة على الاقل شهود وناس شايفين الزواج والعفش سور بقى يعني عشان حقوق السفات اللي بتروح دي بول حضرتك في المناسبات دايما المناسبات طبعا في سور كتيرة فبيبان بيبان في السور شكل الانترقية وشكل القط النمئي وكلام ده طبعا في النهاية انا بشكر حضرتك جدا على المعلومات المهمة والمفيدة دي وطبعا الأسبوع الجاي معنا في حقق استشارات قانونية جديدة شكرا معاني المستشارة استنوني في بعد الفاصل